موسيقى موسيقى محمد الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف العاشر عدنا والعود أحمد نلتقي بكم اليوم في درس جديد من دروس اللغة العربية ودرس من معاني حروف الجر أحبائي تعرفتم إلى حروف الجر في صفوف سابقة اليوم سنكمل بالتعرف إلى معانيها أما أهدافنا فهي يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذا الدرس أن يكونوا قادرين على استنتاج معاني حروف الجر وفق السياق الذي تريد فيه والتمثيل بجمل على كل معنى من المعاني وإعرابي حروف الجر والاسم المجرور فهيا بنا نقرأ الأمثلة أولا لقد شهدت في صبايا شيئا عجيبا كان ذلك في أعقاب مطر غزير إذ شهدت جماعة من النمل تخرج مخزونها من جحرها ثانيا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض المثال الثالث سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم رابعا قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل صدق الله العظيم خامسا رفعنا ثوبنا عن كل لؤمن وأقوال تصدقها الفعال سادسا أخذت النملة تخطو بجانب الصرصار وتتسلق على جسده سابعا ربحال أفصح من مقال ثامنا وفي تلك الحقبة لمعت أسماء كالنجوم الصاطعة من فلاسفة العرب تاسعا فقرأ مثلا لأبي حيان التوحيدي تجد نفسك أمام فكر عربي جديد عاشرا حزنت لإخفاقات كثيرة تعرضت لها الأمة حادي عشر بربك هل شاهدت مقترف الاحتلال بحق المرابطات في بيت المقدس ثاني عشر قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائري يغطير بجناحي إلا أمم أمثالكم المثال الثالث عشر قال تعالى والعصر إن الإنسان لا في خسر صدق الله العظيم والآن أحبائي لنفسر نأتي إلى المثال الأول قال الكاتب لقد شهدت في صبايا شيئا عجيبا كان ذلك في أعقاب مطر غزير إذ شهدت جماعة من النم لتخرج مخزونها من جحرها أحبائي عندما أقول في في صبايا ألا يدل ذلك على مرحلة عمرية؟ بالطبع يدل على مرحلة الصبا الجميلة إذن في هنا تفيد الظرفية أحبائي أيضا عندما أقول جماعة من النمل ألا يدل ذلك على جزء من النمل؟ بالطبع إذن من تفيد الطبعيد أي بعض أو جزء أحسنتم أحبائي أتوقع منكم أن تمثلوا بأمثلة على في وأيضا على من بالنسبة للمثال الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة للنار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض لابد أنكم تعرفون هذه المرأة عندما أقول في هرة أليس سبب دخول المرأة النار هذه الهرة؟ بالطبع لأنها لم تطعمها لم تدعها تأكل من خشاش الأرض نعم ففي هنا تفيد السببية أحسنتم أحبائي لننظر إلى المثال الآخر قول الشاعر سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم عندما أقول من ألا تدل على المكان الذي بدأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم رحلته فإذا من تفيد ابتداء الغاية المكانية وعندما قلت أيضا إلى حرم تدل على المكان الذي انتهت إليه رحلة الإسراء فأيضا إلى تدل على انتهاء الغاية المكانية أحسنتم أحبائي نكمل مع هذا المثال قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل عندما أقول إلى هنا تختلف عن إلى التي ذكرناها في المثال السابق هنا إلى نعم جاء بعدها الليل والليل يدل على زمن إذن إلى هنا تفيد انتهاء الغاية الزمانية أرجو منكم أن تمثلوا بأمثلة علائلة التي تفيد انتهاء الغاية الزمانية مثال آخر رفعنا ثوبنا عن كل لؤم وأقوال تصدقها الفعال عندما أقول عن يدل ذلك على تجاوزنا عن هذا الأمر فعن تفيد المجاوزة أحسنتم أحبائي نكمل معكم مشوارنا أخذت النملة تخطو بجانب الصرصار وتتصلق على جسده عندما قلت على ألا يدل على أن النملة كانت أعلى من الصرصار وفوقه إذن على تفيد الاستعلاء مثلوا أحبائي بجمل على ذلك نكمل مشوارنا أحبائي ربا حالي أفصح من مقال حرف الجري هنا ربا عندما أقول ربا فأنا أقلل إذن هنا تفيد التقليل واستخدم هنا طبعا الحرف ليفيد التقليل أحسنتم أحبائي مثلوا على ربا ومثلوا أيضا على على في جمل من إنشائكم مثال آخر وفي تلك الحقبة لمعت أثناء كالنجوم الساطعة من فلاسفة العرب فلاسفة العرب هؤلاء العلماء ألا يشبهون النجوم بالطبع فالكاف هنا حرف جر يفيد التشبيه أحسنتم أحبائي نكمل مسيرتنا فقرأ لأبي حيان التوحيدي تجد نفسك أمام فكر عربي جديد حرف الجر هنا ألام فكروا أحبائي ماذا تفيد هذه اللام طبعا نحن نتحدث عن الفكر فأبو حيان هو الذي يملك هذا الفكر فاللام تفيد الملكية أحسنتم أحبائي نعم حزنت لإخفاقات كبيرة تعرضت لها الأمة أمتنا اليوم تتعرض للعديد من الإخفاقات وهذا ما أحزننا فاللام هنا تفيد السببية أحسنتم أحبائي مثلوا بجمل من إنشائكم على لام تفيد السببية وكذلك لام تفيد الملكية بارك الله فيكم تابعوا معي أحبائي مع هذا المثال بربك هل شاهدت ما اقترف الاحتلال بحق المرابطات في بيت المقدس كلنا يرى ما يحدث للمرابطات في بيت المقدس عندما قلت بي الباء حرف الجر هنا ماذا فعلت أنا ماذا أفاد بالطبع هو أفاد القسم طبعا للتأكيد أحبائي مع هذا المثال قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم عندما أقول بي حرف الجر با يدل على الاستعانة فالطائر يستعين بجناحيه للمساعدة على الطيران فالباء في الآية الكريمة تفيد بالطبع الاستعانة مثلوا على ذلك مثال آخر قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الواو هنا عندما أقول والعصر ماذا يفعل الحق سبحانه وتعالى إنه يقسم فالواو تفيد القسم أحبائي مثلوا على ذلك أحبائي بناء على ما سبق نستنتج حروف الجر هي من إلى عن على في ربا الكاف اللام الباء وواو القسم طبعا أحبائي لكل حرف من حروف الجر معنا يحدده السياق الذي يريد فيه وفيما يأتي أشهر معاني بعض حروف الجر مثلا من أولا ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية مثل ألف سافرت من قلقيريا إلى رام الله با انتظرك من المغرب إلى العشاء ثانيا من أيضا تفيد الطبعيد مثل قال تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أما في أولا تفيد الظرفية مثل قال تعالى واذكر الله في أيام معدودات وثانيا أيضا تفيد السببية مثل سافرت في مهمة رسمية أما إلى أحبائي فكما تحدثنا تفيد انتهاء الغاية المكانية مثل ذهبنا إلى القدس وأيضا تفيد انتهاء الغاية الزمانية مثل مكثنا في الديوان من الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة نكمل أحبائي أيضا عن تفيد المجاوزة مثل رحلت عن البلد أما على أحبائي فتفيد الاستعلاء مثل قوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون أما رب تفيد التقليل مثل رب عجلة تهب ريثا الكاف أحبائي كما تعلمون تفيد التشبيه مثل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أما اللام فألف تفيد الملك مثل قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وأيضا تفيد التعليل أحبائي مثل نحضر الدروس للفائدة أما أحبائي فتفيد أولا القسم مثل بالله ما قلت ذلك وباء تفيد أيضا الاستعانة مثل يحرك صياد غزة تقاربه بمجدافعي أما الو أحبائي فتفيد القسم مثل والله لتهدمنا عروش الظالمين ولو بعد حين أحسنتم أحبائي الآن بعدما قرأنا واستنتجنا مع هذا التدريب لنقوم أنفسنا نبين معنى حرف الجر الملون فيما يأتي أولا بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا أحبائي فكروا معي ماذا أفادت بالطبع عندما أقول باسم فأنا أستعين بالله وأطلب منه العون والمساعدة فالباء تفيد الاستعانة أحسنتم عبارة أخرى آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء حرف الجر هنا رب أحبائي تحدثت معكم عن رب رب قلنا أنها تفيد التقليل أحسنتم أحبائي لنختبر أيضا أنفسنا نواصل قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق حرف الجر على فكروا معي ماذا يفيد بالطبع هو يفيد الاستعلاء أحسنتم أحبائي أيضا نواصل رابعا قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه عندي حرف الجر من وعندي في لنبتدأ بمن عندما أقول من أول يوم أنا أتحدث هنا نعم عن فترة زمنية وبالتحديد عن بداية هذه الفترة فمن تفيد ابتداء الغاية الزمانية وعندما أقول تقوم فيه يدل على أن القيام يكون في هذا المكان فهو يفيد الظرفية المكانية أحسنتم أحبائي نتابع أحبائي خامسا ومن قمة الظلم أن يعتقل الفلسطيني إداريا في أمور لا يعلمها ولمدة غير محددة الاعتقال الإداري كلنا يعرف مساوية أحبائي عندما أقول من من يدل على بعض بعض من الظلم وعندما أقول فيه فأنا أتحدث في أمور فأنا أتحدث نعم عن سببي لاعتقال في أمور فإذن فيه تفيد السببية أحسنتم أحبائي نتابع أيضا مشوارنا سادسا قال تعالى والفجر وليالي عشر و والفجر حرف الجري الواو يفيد القسم وكذلك عندما أقول ليالي عشر فالحق سبحانه يقسم بالفجر ويقسم بالليالي العشر المباركة فالواو تفيد القسم نواصل أحبائي سابعا لا تسل عن سلامته روحه فوق راحته حرف الجري عن قلنا نعم أنه يفيد المجاوزة أحسنتم أحبائي ثامنا ونحن أناس لا توسط عندنا لنصدر دون العالمين أو القبر عندما أقول اللام في لنا اللام تفيد نعم الملكية أحسنتم أحبائي نواصل أحبائي مع التدريب الثاني نعرب ما تحته خط أولا على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم على قدر فكروا معي أحبائي على تعرفون إعرابها هو حرف جر مبني على السكون لا ما حل له من الإعراب وقدر كذلك سهل عليكم هو اسم مجرور بي على وعلامة جره الكسر وهو مضاف أهل بالطبع مضاف إلي مجرور وعلامة جره الكسر ثانيا أحبائي قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان أعربوا معي اللام ومن ليه حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ومن هي اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرفي الجر أحسنتم أحبائي نواصل وشبه الجملة أحبائي في محل رفع خبر مقدم نواصل أحبائي مع هذا المثال وللمستعمرين وإن ألانوا قلوب كالحجارة لا ترقوا حرف الجر اللام هنا بالطبع هو حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب والمستعمرين نعم هي اسم مجرور بي إلى بالطبع وعلامة جره طبعا أليا لأنه جمع مذكر سالم أحسنتم أحبائي تدريب آخر أحبائي لنمثل بجمل من إنشائنا على أولا حرف جر يفيد المجاوزة تجاوز الله عن سيئاتكم أحبائي وبإمكانكم أن تأتوا بأمثلة أخرى أيضا لنمثل بحرف الجر اللام يفيد التعليل ركزوا معي اللام قد تفيد الملكية وقد تفيد التعليل أريد منكم مثالا تفيد فيه اللام التعليل مثلا تجاوزت عن زلة الصديقي لإبقاء الود فاللام هنا تبين السبب أيضا أحبائي لنمثل بحرف جر يفيد الاستعانة فكروا معي أي من حروف الجر يفيد الاستعانة طبعا الباء فنستطيع أن نقول أبحرت بالباخرة فالباء هنا استعنت بالباخرة لتساعدني على الإبحار أحسنتم أحبائي ننهي بهذه المهمة التعليمية أكتبوا تقريرا عن رحلة قمت بها في ربوع الوطن الجميل أستخدم فيها حروف الجر بمعانيها المختلفة أحبائي بإمكانكم مشاهدة هذا الموقف التعليمي مرارا من خلال الرابط أو الكود الظاهر أسفل الشاشة أحبائي إلى هنا أكون قد وصلت بكم إلى نهاية درسنا الذي أبحرنا فيه في عالم حروف الجر على أمل اللقاء بكم في درس آخر دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر